وككل بداية أسبوع الفقرة البيئية مع نادي اليوبي وفيها نتوقف عند اليوم العالمي لتنوع البيولوجي وإن كان ليس اليوم هو اليوم العالمي للتنوع البيولوجي لكنه في غضون الأسبوع احتفالية تركز أساسا على التنوع البيولوجي وعلى ضرورة الحفاظ على البيئة والحفاظ على مواردنا البيئية هل التوازن الطبيعي اليوم في خطر لكي نتحدث عن هذا الإجلال؟ الإجابة هي من خلال خلاصة عمل أعدها أربعمائة خبير من خمسين دولة على الأقل بتنصيق مع المنتدى الحكومي الدولي للعلوم والسياسات المعني بالتنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية أفد هذا العمل بأن الأنشطة البشرية تسببت خلال المئة عام الماضية في اختفاء ما يزيد عن 90% من أنواع المحاصين من حقول المزارعين وأيضا اختفاء نصف سلالات عديد الحيوانات الأليفة لكن بالرجوع صلاح إلى المغرب ومن خلال دراسة وطنية لتنوع البيولوجي أعدها قطاع البيئة هذه السنة حددت الدراسة أكثر من 24 ألف نوع من الحيوانات وأكثر من 7 ألاف نوع من النباتات وأحصت أيضا هذه الدراسة 600 نوع من الحيوانات مهددة بالانقراض إضافة إلى 1700 نوع من النباتات هي الأخرى مهددة بالانقراض بسبب التغيرات المناخية وأيضا بسبب التدبير العشوائي والاستغلال المفرط للموارد البيولوجية وكذلك ونركز على هذه النقطة السلوكيات غير المسؤولة للناس تجاه التراث الوطني للتنوع البيولوجي وتجاه البيئة بصفة عامة نعم نادي المغرب من الموقعين على اتفاقية حماية التنوع البيولوجي وذلك خلال قمة ريو دي جانيرو 1995 هذا يضع للمغرب التزامات واضحة من أجل حماية التنوع البيولوجي ولكن هذه ليست مسؤولية الدولة فقط أعتقد أنها مسؤولية المواطنين خصوصا وأننا أمة وسط واعتدال نعم لا إصراف ولا تقتير يعني لا يجب أن نصرف في الأطعمة ونرميها في الشارع لا يجب أن نصرف في استعمال الماء هنا سوف أعود بك ومشاهدنا إلى الأرقام التقديرية التي نشرتها المنظمة العالمية لغذاء تشير إلى أن أزيد من 84% من المغاربة يقرون بأنهم يرمون كميات كبيرة من الطعام خلال شهر السيام وفي شهر رمضان الكريم شهر العبادات وشهر التقرب إلى الله ينبغي على الإنسان أن يتذكر بأنه قيم على البيئة بأن يحسن إليها بالحفاظ على الماء من التبذير وبعدم الإفساد في الأرض وبعدم تلوثها مزيدا من الإضاءات في هذا الموضوع ضمن روبرتاج لمريم أملان والمونو ديانستين وجعلنا من الماء كل شيء حي صدق جل وعلا في قوله فالماء عصب الحياة وأصلها وأساس وجود كل الكائنات الحية على البسيطة نعمة ربانية دعا عز وجل الإنسان الانتفاع بها دون أي هدر إذ نجد أن الإسلام كان له الصبق في إقرار مبادئ ترشيد استهلاك الماء والنهي عن إسرافه وتبذيره وهي عوامل تساهم اليوم في اضطراب منظومة التوازن البيئية يجب الحفاظ عليه استغلاله بكيفية بعيدة عن التبدير النبي صلى الله عليه وسلم مر على أحد الصحابة هو يتوضع ويسرف في الماء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تسرف لا تسرف فقال الصحابي أفي الماء صرف يا رسول الله قالوا نعم ولو كنت على نهر جارين تبذير الماء بلا داع ودون الاكتراث لقيمته وإلقاء النفايات المكومة في شوارعنا وعند أبواب شيراننا سلوكية بعيدة عن مبادئ ديننا الإسلامي تعيث فسادا ببيئتنا بلا وجل أو خجل دين ديننا الإسلامي تحت علا بأنه أصنا نكونوا نضاف ومن لحش الماكلة الزيدة في الزبل تلقى كل شي مليوح في الأرض هذا الشي رمشي معقول النظافة للتنجيران ماكينش الاحتيار مليف النظافة للتحج وهذا الشي دبعت نشوفه في هذا الشهر رمضان الكريم أنا ننسي تفرطه في هذا الشي مدين المأكورات وذلك شوف الأفل الأخر تلحو مع النفايات وزي ما ممزيان شاشي حشوه ما زعم لما نقرأ الآية الكريمة ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس هذا سك اتهام خطير للإنسانية جمعاء لما تنحاز عن هذا الهدي فالبر والبحر يحتويان الإنسان يحتويان الإنسان كما كان وكيفما كان وعلى مر الأجيال لا يجوز بشكل من الأشكال أن تدنس بقعة أو شبر من هذه الأرض ومن هذا الكون الإنسان إذن خليفة الله في الأرض هو المسؤول الأول والأخير عن حمايتها بالحفاظ على كل مقاوماتها الطبيعية والعيش في بيئة لا ضرر فيها ولا ضرار هذا هو السلوك الذي يجب أن يتطلع به كل مواطن في حماية بيئتي من خلال مبادرات خاصة وأننا مقبلون على فترة ارتفاع درجات الحرارة أول شيء يجب الحفاظ على استهلاك الماء وكذلك الحفاظ على البيئة عموما ورسالة واضحة هنا من خلال ما تقدم به الأستذة الأجلاء كما قلت نحن بانتظار مبادرات تبين وتوضح إلى أي حد ينخرط المواطن في الحفاظ على بيئتي مرحبا بكل المبادرات التي ننتظر وصلها ونتوصل بها عبر البريد الإلكتروني وعبر صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ولا تنسوا أن حماية البيئة هي مسؤوليتنا جميعا نعم نادية واللقاء يتجدد بك كل بداية أسبوع شكرا لك